الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته احنا بيكون معايا محبية ومتابعي قناة بيبل تعليم الخيطة والتفاصيل السهل الممتنع. آآ يا رب تكونوا بخير جميعا يا رب. آآ النهاردة هنتعرف مع بعض ازاي نقدر نعمل الشميز القروء الترند اللي هو نازل آآ طبعا كل الناس كل البنات حبين الموديل ده طبعا نازل موضة السنة دية. آآ الخامة المتاحة او اللي هتتعامل بيها الموديل ده وان بيبقى آآ صوف كروء. آآ طبعا نازل السيزن ده آآ متوفرة طبعا بس هو الموديل ده هو اللي جديد معنا. آآ طب نقرأ الموديل كده مع بعض عشان نعرف تفاصيله. اولا هو آآ الشميز. بس الشميز ده طبعا في بس احنا بنتعامل المرض ده في تبيقه غير تبيقة المرض التانية هنشوف مع بعض عمله ازاي? آآ دي نقطة نقطة يعني آآ آآ بتاعيتي كول آآ آآ كولة شميزة عاملة زي ما انتم رفين كده. كولة آآ شبيهة شوية. هي كولة عادية شوية لكل اللي هي يعني ما هي اللي هي النص اللي اللي هو اللي احنا عليه كل صينة او كل اوفيسية. بس بتتركب انتم شايفين ده. تمام? آآ هنا الكمة بتاعنا طبعا كمة هنا آآ كتف زي ما انتم تقولوا كده كتف زائط اللي هو الجابونيز احنا خدناك في حاجات كتير. آآ هناخده هنشوفه نهاردة نعمله بطريقة سهلة ومبسطة على طول. آآ طبعا دي اسورة وفيها قصر قصرتين يعني نهو تعملين حساب القصر بتاعتك وتشوف زي بنقدر نحسابها وفي الجيب العادي بتاعنا اللي انتم شايفينه. وطبعا نازل الترند ده برضو ان هو في زي الجيب ده ده اسمه يا جماعة. فيه برضو هولا اخدت بالك في الجزئية دي هنا فيه جبشة. تمام? احنا آآ شرحناه قبل كده. وهنشوف مع بعض بقى ان احضر ان نزبط الدنيا بقى مع بعض بطريقة سهلة مع بعض ازاي? الامطار اللي هنجيبها هنجيب آآ متر ونص طبعا انت العايزة اطول وكده هتجيبي طبعا آآ هتعملي حوالي الميترين لو انت عايزات طويل عشان نزل برضو آآ شكله طويل. ده يا جماعة الناس اللي بتحب اللبس بيلبس الممتلئة والرفيعة بيبقى كمان شكلهم حلو بيمش مجرد ان هي حاجة بسعة لطبعا انت عارفون بكل البنات بتحب ده هنشوف ازاي نقدر نعمله. طيب انا هنا مسلا هتجيبي القماشة بتاعتك هتفطي هنا كده برسل على برسل. اهو. وهنطبق كده على الاربع. طبعا انا كنت بسيب هنا مسلا بالنسبة للمرض بتاعنا. بنسيب حاولكم نسيب ستة سبعة. انا عندي هنا حلين ان انا اقدر اعمل المرض بتاع الشميس دوا. لأ احنا المرة دي مش هنعمله يعني مش هيبقى ستة ونيجي نطبق سنتش واتنين كده ونطبق على اتنين. لأ ده بتبقى الخامة تقيلة شوية. وبرضو هنا عندنا الكولة بتاعتنا بنقلب. آآ عند الياءة من فوق بنقلبها كده بحيس ان هي لما تيجي تعمل الشميس كده زي آآ حوار البليزر مثلا بتبقى هنا نضيفة. لكن ما بتقلبيش لو ده مرض بيبقى اخياط طبينة وبيبقى القلبة بتاعت القوميش بتبقى واضحة زي ما انتو شايفين كده. طيب انا هلالوات هشوفه عامل ايه? انا مسلا انا هعمله منفصل هنضافه بجزء زي السجاف. يعني حتة جزء قوميش هقصه خارجي يا اما هتعمليه كله كده على بعض. اللي هو كله ايه بالزبط? ان انا احنا اول حاجة بسيب تلاتة سنتي مسلا قيمة المرض نفسه خلاص? وبسيب له التنضيف بتاعه حوالي من عشر ل اتناشر سنتي او تسيبه اتناشر سنتي او اكتر حسب حجم اللي عندك. يعني مسلا هنسيبه مسلا حوالي اتناشر سنتي. يبقى انا كده عايزة كم? عايزة اتناشر وتلاتة خمستاشر. طب انا انا مسلا لا ده كله بياخد من عرض القوميش بتاعي لا يبقى انا هنعمله منفصل. تمام? انت عايزة تعمليه بقى مرض عادي ومش هتقلب الكولة كده من فوق عشان وتفتحيه يعني مسلا لو انت حابة المنزر ده خلاص هنعمله اا عادي. طيب ممكن كمان تعملي اي? هتعملي عادي المرض اللي انت لو عايزة مرض عادي خالص اللي هو مش مفوش تسجيفة كبيرة من جوه هنعمله هنسيب هنا حوالي مسلا لو انا عايزة المرض تلاتة سنتي او اربعة سنتي لو انا حابة اتكبره شوية بس سيب هنا مسلا المسافة بتاعتنا يبقى اربعة واربعة تمانية واحد هيبقى اوفر بس ده ما ببقاش تنظيف مش هنقعد نطبق فيه كتير من جوه عشان بيبقى الخيمة اا تقيلة شوية فعشان ما تجيش انت تحسي حاجة كده مكالكعة او حاجة وقفة لا ده هو بياخد اوفر وبيتني تاني هنشوف مع بعض هنقدر نعمله ازاي? طيب انا عايزة اوضح لكم الكلام اللي انا بقوله عشان لو في ناس مش فهماني هنشوف الصورة دي مع بعض كده بالراحة. اهي جماعة الصورة دي لو بصينا للمرض بتاعنا هتلاقي مش مرض شفتي الكل هنا مقلوبة الجزء ده كله نضيف مش مجرد مرض ما تخيط من جوه. طيب بالنسبة للمرض هنا مرض عالي عادي خالص شايفين الخياطة جاية تشيما. ليه? عشان الخيمة دي تقيلة بس عشان نسبتها. لكن هو ما فيش خياطة اللي هي بتبقى خياطة المرض اللي هي بتبقى بعيدة شوية كده اللي احنا طبعا بنعملها على طول دوة عشان افاهمك اللي انا كنت بقوله. ان انا لما اجي قتني ده كده اطلعه البرا بصي باين هو نضيف كان اللي عامله سجاف. تسجيف منه فيه. فاهمين? آآ هعمله القطعة خارجية. وطبعا زي ما انتو شايفين كله برضو في الجيب ده انا بتكلم بس عالتفصيل الجزء ده. وبالنسبة للكلة زي ما انتو شايفينها كده. الكلة اهي. اهي جاية من هنا. كلة واحدة. ما فاش كل شي ميز اللي هي الكاملة. دي احنا بدو على كولي سبور مسلا. طيب انا اول حاجة هعملها هنا هسيب قيمة مسلا حوالي اربعة سنطي هنا عشان هنعمله خارجي. هوريكم ازاي نقدر نعمله خارجي. هسيب الهوى قيمة التلاتة سنتي بتوع المكان اللي انا حط فيه العروة والزرار. زائد واحد سنتي اللي هو هخيط عليه الجزء اللي انا هسجب به زي ما انا وردكو دلوقتي عادي. بقى بتحطي بقى مقساتك العادية بنحط نص عرض الكتف دلوقتي عادي خالص اهو. تمام? بعد كده بنزل اتنين سنتي احنا اتفقنا في الحاجات اللي هي الكم الكيمونو او الكم الجافونيز بتاعنا ده. خلاص. هوصل هنا كده. على امتداد المسطرة. خلاص. هنوصل كده. هناخد العرض كله بحيس ان احنا عايزينه. طيب هنشوف هننزل بقى قد ايه? طيب هننزل هننزل بقى من هنا لهنا. هننزل حوالي هنبدأ بعشرين سنتي يعني. انا ممكن ننزل من هنا هنا عشرين. ممكن انزله بخمسة وعشرين. وهكزا. ممكن انزله باتنين وعشرين. يعني لما انزل عشرين يبقى معنا كده الدوران بتاع نهاية الكم الكيمونو دول او كوم الجابونيز ده يعني معنا كده ان دوران اربعين. فانا طبعا اكيد بنزله النص اللي هو العشرين. تمام? طبعا ده اللي هو الوسع المعقول. لو في بقى طبعا بنا بيحب يعني واسع قوي فطبعا بتزاودي لحد ايه خمسة وعشرين. فانا هنزل هنا مسلا اه حوالي اتنين وعشرين مسلا لحسب طبعا رغبتي. طبعا قلت هنا من عشرين لخمسة وعشرين حسب ما انت عايزة. طبعا بتحاول طبعا انت ما تلخبطها بسيك المزورة اللي فيها عند الجزء اللي هو نازل شوية من عند دراعك ده. وايه بحيس الطول ده هتشوفيه لغاية فين وهتقيسي عند الطول الدوران بتاع الجزء ده. وهتعرفي ايه المناسب لك لو انت مش فهمه. طبعا انا بدخل هنا حوالي كمية خمسة سنتيو. بنزل كده خط عمودي ده. طبعا كده هناخد الوسع كله. انا مش ملا. لا استخدمت دوران حاجة ولا اي حاجة. طبعا الجزء ده باخده كده دوران بحيس ما يبقى الشدد معيه. بس يا جماعة ده بالنسبة للجزء ده. طيب ده الامام وده الخلفية. طبعا هنقص كده هنقص كده ونفتح دي كده هنقص كده. خلاص عادي. ما فيش اي حاجة صعبة. اهي جماعة احنا قصينا اهو اهو الكتاف والرقبة. طمام? خلاص? عشان ما ناخدش مع بعض نطول. خلاص. بتعملي حضرتك طبعا فاردة عن المرض بتاعك عشان نشتغل صح. خلاص كده تمام? طبعا انت هنا الجزء ده انا سيبته مقفول. طبعا ده آآ الجزء ده بتفتحيه عادي خالص اهو. بحيس ان انا استغلت كل القسع اللي موجودة عندي في القماش بحيس الحاجة خلاص انا عملا باوسع حاجة ما قلش انا طب ما جاريتني كنت سيبت لأ انا بعمله. ده كده المزبوط بتاعك خلاص? اصبح معي هو الخلفي وهو الامام بتوعي. خلاص طبعا هنيجي طبعا اول حاجة هتعمليها. الاسهل يعني لك ان انت بتجمع اللي انت قصتي ده بنحط الوش على وش وبنخيط اول حاجة الكتاف معنا. اوكي? هنشوف الكمة بتاعنا. حتى كده خلاص خلصنا الكتاف. هنشوف الكمة بتاعنا. طيب انا بشوف طبعا انا من الاول خالص ان انا مفروض طبعا ده بحتاجها الجزء اللي هو اللي احنا كنا عاملينه. ان انا خدت آآ ميل كتف خدت عرض كتف الاول. بشوف الجزء اللي انا طبعا نزلته دوا اللي هو مسلا كان اربعتاشر الخمستاشر سنتي مسلا حسب مكان موجود عندي في القماش بشوفه قد ايه عشان انا بطرحه وبخصمه من آآ طول الكمة بتاعي. يعني هنفترض مسلا ان هو كان اربعتاشر سنتي وسنتي زيادة خمستاشر اللي هو للخيط الكمة بتاعنا. ومسلا طول القم بتاعي مسلا ستين. فطبعا انت هتعملي القم بتاعي طوله ما تنساش ان هنا في اسورة. لو انا عامل حسابي الاسورة مسلا خمسة سنتي. لأ بطرح من طول القم نص عرضها بس. يعني مش هيقول ايه? لأ ده انا هاخصم الخمسة كاملين. لأ انا هاخصم بس حوالي اتنين ونص بس. بحيس يبقى فيه وسع كده والطول اللي انتو بتشوفو ده. فانا مسلا هعمله هنا لو ايه الدراع مسلا بتاعي آآ عندي ستين هعمله مثلا خمسة واربعين. يبقى خمسة واربعين خمسين. او ممكن تعاملين اربعين. لو حسب حسب طول دراعك يعني هتخصمي نص عرض الاسورة. شوف يعني دراعك كم? هتخصمي نص عرض الاسورة. تبقى لك ربعين. يبقى ااربعين. آآ اللي هو يبقى لك ربعين بعد الاسورة يعني لالكم. يبقى الاسهل حاجة عندي يكون خلاص عملت الكم ده العرض بتاعه اهو. اهو جميعا هقص كده ادي كم ودي كم. طبعا ده الجزء ده بيبقى ده. عشان طبعا كده بطريقة سهلة جدا من غير ما اقول لك بطرون والكلام ده. اهو ده على قد دي. طيب نهايته قد ايه? يعني انا عندي كم كده ده مع طبعا الجزء ده مسلا الهركب من فوق من عند هنا الكتف بتاعي من عند نهاية يعني الكم بتاعي من فوق. طيب هينتهي هنا ايه عند الاسورة? هنشوف هننتهي ايه? هننتهي الدوران ده اللي هو بتاخديه مزبوط. ولو يكن مسلا عندك هنا خمستاشر. خمستاشر مسلا لعشرين حسب ما انت عايزة. وبنحط عليهم كمان خمسة سنتي. يعني انت مسلا هتحطي خمسة سنتي دي كسرات ومرض كمان بتحط زيادة تاني. يبقى انا هنا مسلا لو الدوران ده بتاعي خمستاشر بحط خمسة اللي هو قيمة العرض والزرار. تمام? اللي احنا ده بسبتين معنا. يبقى كده عشرين. وخمسة سنتي هعملهم كسرتين مسلا يبقى كده خمسة وعشرين. يبقى انا يبقى انا هنهي الاسورة بتاعتي هنا بالخمسة وعشرين بتوعي. مسلا. لو هم مسلا هنا مسلا يبقى هطلع كده لحد فوق على ما فيش. يبقى انا هقص كده ايه? يبقى انا بقى اعمل حساب تخديها سابتة. يعني مسلا لو خمستاشر. هتحطي اي ان كان الرقم بتاعك هتحطي عليه لو انت عايزة بكسرة تتحط عليهم عشرة سنتي. ده نهاية الكلام. ان انت لو هتعملي خد الدوران بتاعك ده وضيفي عليه حوالي عشرة سنتي لو انت عايزة على كسرتين بصات كده او ستة سنتي يعني حسب عرض بكسرة انت عايزة والخمسة التانية سابتين لهم بتوع ايه? العروة والزرار. خلاص عشان ما ايه ما بقاش يعني كده يبقى ده كده. هتعملي ده كده هنا تحط ده وتعملي فرد عشان تركبيه. بنركبه ازاي بنحط طبعا وش على وش كده يعني هناخد ده مسلا بنحط كده وش على وش كده نحط الفرد على خياطة الكتف بتاعنا ونبدأ نخيط كده. والناحية التانية برضو نفس الكلام بالزبط. خياطنا الكتاف هنيجي طبعا برضو للكمه هنا من تحت هنعمل له كمان فرد عشان نركب فيه الناحية دي والناحية دي طبعا. اهي عشان نركب الاسورة بتاعتنا. طيب هنجيب الاسورة قد ايه? وقبل ما نجيب الاسورة برضو هنيجي نكسر هنا كده مسلا كسرة. الناحية دي مسلا كده نسبتها. وبرضو الناحية دي كده كسرة. يبقى انا كده عملت الكسرتين اللي هم مسلا خمسة او ستة سنتي اللي انا عملت حسابهم. هنيجي كده اهو ادي كسرة مسلا. اهو. واده كسرة. فكده هيتبقى لك ايه? هيتبقى لك الدوران اللي هو مسلا احنا اخدنا مزبوط خمستاشر وخمسة سنتي بتوع المراد دي. بقى كده مفروض يتبقى لي عشرين. الخمسة سنتي بتوع الاسورة مسلا مفروض ان انا كده ايه خيطتهم? او خدتهم كشكل. هنعمل برضو كده الناحية التانية بنفس الطريقة برضو. يمين الفرد كسرة وشماله كسرة. الاسورة بتاعتك هنا هتكون اه الطول بتاحها مسلا القمشة بتاعتك اتناشر سنتي لو انا عايزها خمسة. في الطول ده اللي هو العشرين سنتي المتبقية. يبقى الارتفاع بتاعها عرض الاسورة هنا هيبقى اتناشر. والطول بتاع الجزء اللي بيتركب في الكمة نفسه هيبقى ادو بوزدق. خلاص بعد ما قسرت. خلاص هتعملي ايه? هنيجي نخيط الاسورة من هنا ومن هنا ونقلبها. تمام? وحطو لكم برضو آآ فيديو خاص بالاسورة بس في تحت صندوق الوصف. لو انتم حابين تتفرجوا عليها بالتفاصيل. اهو خيطناها باللقون المختلفة عشان تشوفوها. طبعا بعمل حساب الجزء اللي انا بنظف به بقلبه كده. والجزء ده اللي بقلبه كده اللي هم الجزئين دول. هم اللي انتم شايفينه من انا بنظفة بهم. زي ما احنا بنعمل اسورة عشان لما قلبها كده. تبقى نظيفة كده من هنا. ومن الناحية التانية خلاص. وبنقفل بقى الجناب بنحط كده وش على وش وبنقفل الكم كده بتاعنا طبعا بنسيب جزء هنا من الاسورة حوالي من خمسة لتمانية سنتي مفتوح بعد الاسورة يعني وبنبدأ نخيط من الجناب خلاص. طيب الجديد بتاع ايه اول مفروض ايه اللي كان نعمله بقى? ان احنا هنعمل. مفروض طبعا انا هنا عملتلكم بحيس ان انا جمعتلكم الشميس كأنه الحاجات الاساسية اللي انتم عارفينها. طبعا المفروض انت بتقصي اصلا هتقصي الجزء ده تسجيفها منه. اهي? يعني هنقص ايه? هنقص هنا هندخل حوالي الكتف شوية وهننزل بها كده. يعني هنقص قد الحبتة دي. من هنا كده من الكتف شوية حوالي مسلا حتى لو تلاتة سنتي اربعة سنتي. وبتنزلي كده لغاية ايه? بعد المرض كده بشوية طبعا. ليه بقى? عشان لما ايجي قلب كده او انت فتح الشميس من فوق زي لان الحاجات غالبا فيكو بالبس تحتها تي شيرت او اي حاجة بتحبوا تفتحوا الجزء ده من فوق. لو انت حابة بقى هتعمل التسجيف ده. فطبعا بتقصي قد الحتة الامامية دي اتنين. خلاص كده هنشوف هنعملها نركبها القصة ونركبها ازاي. اهي جماعة بيكون زي كده يعني انا هجيب حق وماشى متطبقة هعلى اتنين عشان هعمل واحدة يمين واحد شمال. وهقص قد الجزء اللي انا ايه خططته ده. خلاص اهو. طبعا الكدف. اسهلت طبعا هتقصيه قبل ما تجمعي. هو مصعب. طبعا قد الحد الامامية بتاعتك كلها ايه. تمام? كله قد بعضه بالزبط. بتحدد النقطة بتاعتك من هنا. ومن تحت. انت بالنسبة لي كده هنفوش اي مشكلة. اهو. اعمليه كده اسهلك قبل ما تجمعيه طبعا. بس انا حبيت اواركوا الاساسيات. خلاص اهو. هقصه. وهنشوف هركبه ازاي زاي زاي سجاف البليزر بالزبط. هنبدأ بقى في تركيب السجاف بتاعنا. هنحط كده جماعة اهو كل واحدة. وش على وش. وش على وش. وهتبدأ اتخياتي ازاي? اتخياتي من تحت. لغاية فوق هنا. لكن حالة الرقبة مش هتعمليها مش هنخياتي دلوقتي غير لما نعمل الكل عشان تدخل وسطم وتبقى نضيفة. خلاص. اهو اهي جماعة انا ركبته. لو انت مش عايزات تبير كده بتعملي المهم من قاتل حتة. يعني انا لما عملته بص هو وظيفته ايه? اهو. هو وظيفته ان الشميس لما يبقى مفتوح منك ويعمل كده يبقى الجزء ايه كده? دي بينه نضيفة. مش بين قلبة القماش بتاعك. خلاص اهو. مش عايزة تخياتي من تحت من هنا وتخياتي الشميس كله مرة واحدة براحتك برضو. بس اهي كده الجزء ده كده. طيب فاضل ايه فاضل الكولة? طبعا احنا مش هنكمل خياطة الرقبة دي. لما نعمل الكولة. هنعمل الكولة كده بطريقة سهلة وبسرعة. هجيب هنا حطه كده اقو ماشي عشان اعمل الكولة الشميس بتاعتنا. مش كل شميس دي جماعة دي كل زي سبور مش كاملة. هنيجي هنا من الفرد للفرد اللي هو كان ستة صنط اللي احنا كنا سايبينه. هجئس كده المسافة بتاعتي. مسلا من القطع هنا الهنا بحيس ان انا هسيب بس واحد صنط هنا واحد صنط هنا بعد الفرد. لكن انا مش بجيب من اول الشميس بتاعي. انا بجيب من الفرد للفرد اللي هو قيمة الاربعة صنط اللي انا كنت سايباهم. اوكي? تمام? اهو. يبقى انا كده علمت كده طول الايه? الكولة بتاعتي. طب الارتفاع بتاعها عرض آآ الكولة بتاعتي هيبقى دي. هعمل ارتفاعها من تمنتاشر عشرين حسب ما انت عايزها وضع فيها. شوفي انت ان في ناس بتحب ما بتحبش الكولة كبيرة قوي. فانا مسلا هعملها حوالي تمنتاشر صنط واعمل حساب الخياطات بتاعتك. خلاص. اهو. فانا مسلا وخدت الارتفاع بتاعي. انا مسلا حددت الارتفاع بتاعي هنا. يبقى انا كده هقص المستطيل ده. هو اللي انا هعمل به ايه? هعمل بالكولة بتاعتي. خلاص يا جماعة? اهو. باجي اعمل ايه بقى برحمة طبقة دي نصين. ومطبقها كده الارتفاع اللي هو العشرين مسلا او اللي انت عامله طبقته نصين ورجعت كمان طبقته على الاربعة. خلاص كده. انا دي يا جماعة مسلا انا ممكن اعمل هكده بس وخلاص. خلاص. بس انا هي اصلا ممكن اصلا تخيطيها. وتركبيها كده على طول. ده دي لو هي اللي انا عاملها زي مسلا دي. خلاص كده مسلا. طيب. هخيطي من هنا. ومن ناحية التانية وهتعمليها. وتركبيها عادي. وتركبيها ايه? عادي. اهي. هكي مسلا اقلب كده او كده اهو. بنركبها عادي. خالص. طيب لو انا عايزها لها بوزة بقى شوية. اهي. هركبها عادي خالص. اهي كده مسلا اجي الكرة بتاعتي بتعملها تنصيص طبعا. انا لو عايزها آآ ديها بوزة يا جماعة بتروحي معرضة القماش شوية. ما بتاخدش بقى من الفردق بتكبلي بس بتقصي لغاية الفرد. طيب اهي. خلاص دي سهل كتير يعني غير كل الشميزة جماعة لازم كانت بنعمل اللي هي الجزء اللي تحت اللي هي نص سياءة عشان تدخل الشميز كله من عندها. لكن لا دي مش مش جاية من اول الشميز. لا احنا مكتفيين بالمرض بتاعه لتحت. ده شكلها غير غير كل الشميزة الكاملة. دي بتركب دي بتركب من بعد التلاتة سنتي بتوعي الايه الشميز. لكن كل الشميز الكاملة بتركب من اول الشميز لاخره. من اول لاخره. اول مرض للاحية المرض التاني. هجيب كده الظهر بتاعي بتاعي الشميز وهقسمه. كده واعمل له تنصيص. هعمل له فرد. زي ما عملت للكولا فرد. وهبدأ اركب كده. اهو. ركبهم بقى كلهم مع بعض. مش فرض مش ناحية وناحية زي ما كنا بنعمل في خول الشميز اهو. باجي الناحية التانية كده بصوا. اهو هتلاقيها جات لغاية الفرد بالزبط اهي لان انت مفروض اخدها مقاسات مظبوطة. اهو. بتسببتي الاطراف بتشوفي الاول مقاساتك مظبوطة وعلى اهيه. طبعا هنا كده مظبوطة اهيه زي ما احتوى شايفين. طيب خلاص انا اتأكدت من مقاساتي. بروح مخيطها كلها خيطة واحدة. لأ ده بقى ده الطريقة دي ده معه للمبتدئين. خلاص وبتعملي هي ناس جافوا ورا في الضار. والغير المبتدئين يعني دي حاجة سهلة. احنا بنضوع على حاجة السهلة اللي تخليكي تعملي الشغل وانتي مرتاحة. خلاص انا كده خيط. طب ارجع بقى اكمل السجاب بتاعي اللي انا مفوط كنتكملته. اللي هي بتاعة حردة الرقبة بتاعتي. ببدأ بقى ان انا ايه? ارجع اكملها من تاني. اهو برجع بقى اكملها كده من تاني. عشان لما قلب هنشوفها ازايته بانضيفه. ويا جماعة بعد ما عملناه بحيس ان اهو خليل هي دي هنا الفكرة. ان انا هركب اهو. ده طبعا مسلا قيمة المرض دي بتاعي احنا نكبرينه طبعا عشان لو انت عايز ازرار اكبر شوية. اه بحيس ان انت رفات حيو عامل وكده مفتوح كده زي ما انت شايفه. يبقى نضيف. خلاص? ده اللي احنا عايزين نقول اهو. عايزة تقفليه برضو هو هو. طبعا بتشايمي ده الميدور على مسايفة حاولي مثلا سنتي. واللي هنا كده خلاص كده بيبقى كده سبت. او عايزة تسبتي كمان المرض اوكي ما فيش مشكلة. هو كده مجرد ما تعمل لعروة. والزراه يبقى سبت ما فيهاش آآ يعني لازمة ان انت تعملي خياطة. لأ يا دوبك انا بعمل خياط التشييم عشان الخامة دي تقيلة يا جماعة. تقيلة زي خامة البرطن. تعرفين حاجات الشيطيب تبقى تقيلة. طيب فاضل الجيب بقى هنا. هنا الجيب وهنا جيب طبعا والجيب الشقة حاطركم في صندوق الوظف عشان ما الفيديو ما يبقاش طويل قوي معينا. احنا شرحنا الطريقة مبسطة اغلى كده. الجيب ده اللطش البقى بالنسبة للجيب اللطش اللي هو من فوق ده جماعة ده بالمقاس. انا ممكن اعمله مسلا. حسب ما انا عايزة طبعا الموديلات دي نازلة فيها الجيب كبير. طبعا انت العرض والطول بتاعه انت حسب ما انت عايز انا ممكن اعمله مسلا اه اتناشر في خامستاشر او اا او يعني واكتر اكمله مسلا البرعتاشر في طمانتاشر على حسب الطول. طبعا انت ممكن اه انت مش فاهمة مسلا في المقاسات بتجربة على حاجة كده خارجية بتشوف المقاس اللي انت عايزة. فرضا مسلا ان انا اخترت مسلا المقاس ده. عملت كده انا انا اهو. ده كده بالنسبة لي مقاس. طبعا انت المقاس ده تحاصل بانت خلاص اوكي المقاس ده بالنسبة لك تمام. بس هنا في نقطة. في نقطة ان انا لازم اخد داير ميدور كده داير ميدور واحد سنتي عشان خيطاتي تحت وفوقه كله. يبقى انا هنا عندي واحد سنتي داير ميدور. ليه? عشان انا هاضطر ان انا ده كله كده هتطبقه واكوي. تمام? وخيطه اللي هو الفوع عشان يبقى من داير ميدور نضيف. مسلا اهو. انا خلاص ان انا هعمل المقاس ده. طبعا بتيجي كده الصونتي بتدخلي جواه وتكويه. كل صونتي فيهم بتدخليه كده وتكوي كويس جدا. خلاص. اهو. طبعا الكله كله داير ميدور. خلاص. وخيطي سبتيه بحيس ان انت تعمل لو انت عايز تعمله زي بروازن. لا. مش عايز اعمله كده. لأ بخيط بكتفي باللي فوق اللي هي الناحية اللي انا مفتوط بتبقى مفتوحة كده من فوق. بخيط اخياطة وبعد كده ان شاء الله اكوي ده او اعمل لهم سجراجة وايجي اخياطهم على طول فين على آآ الجسم بتاعي مكان. طبعا هنا لازم اعلم يا جماعة. المقاس المكان هنا لازم يبقى زيه المكان الناحية التانية بالزبط. بنسبته خلاص لده. طيب هنعمل القلب بتاعه ازاي? خلاص احنا انت مفتوط بيستبتيه داير ميدور. طيب بنعمل القلب بتاعه ازاي? طبعا بناخد مقاسي القلب بتاعنا. بتاعنا طبعا القلب ده جماعة بيبقى آآ افضل يعني نحنا نخليه ضابل. لو انت عايزة لو ماشي تخينة قوي عايز تخليه آآ طبقة واحدة اوكي بتعمليها وبتخلي له برضو زي بالنسبة للجيب كده كل ناحية واحد صانتي خياطات وبتسبتين. لكن الافضل ان هو يبقى طبقتين. بحيث ان هو بيبقى القلب يطلع ينزل يبقى شكله نظيف. يبقى كأنه ما فيوش اي حاجة يعني شكله حلو. زي هقولك ترتميز زي بطريقة سهلة طبعا بيبقى نفس العرض ده. بتطبقي كده مسلا قماشة على الاتنين طبعا انت بشوف المقاس الاولى عشان تعملي تكمليها آآ او تعملي بالمرة يعني لو انت عايزة اكتر بتعملي كده. بنطبق اكتر من طبقة. اهو. خلاص. بشوف الارتفاع بتاعه طبعا انا عايزها مسلا يعني الارتفاع ده كده. اهو تشوف بس نقص حتة القماشة البقية دي. طبعا دي هتبقى هنا هتعمل واحدة وفوقها تعملي واحدة عايزة بس احنا بناخد مقاساتها. طبعا انا عايزها هنا مسلا خمسة سنتي او تمانية سنتي حسب الارتفاع ده من الاحية المقفولة. بنجي عند الناحية المفتوحة بنقلل الارتفاع بتاعني. يعني هنا مسلا تمانية هنا مسلا اربعة. فبنروح عاملين ايه بقى? ده على فكرة ده بيبقى برضو شكل. يعني لها اشكال كتيرة خلي بالكو يعني. طبعا هنا عملت حسابي بالنسبة للطول في الخياطة. وهنا طبعا هقص على واحد سنتي كمان وانا هنا نكبر عشان برضو الخياطات بتاعك. فهجا قص كده اهو. اهو يا جماعة. هيبقى ده شكل القلب بتاعك. اهو. هنعمل ايه بقى? هنروح مع خياطين كده. كده. زي الاسورة مسلا. الخياط كده الجليل والمسلس. مش لازم الجزئة طبعا اللي فوق دي. خلاص. اهو يا جماعة خياطين داير ما يدوره وبعد كده هتقلبيه. اهو ده شكله. اهو. طبعا ده بيركب ازاي? بيركب هنا. كده. خلاص. انت ممكن تعمليه تطيع حطي وش على وش كده. وتبدأي مسلا تخياطي. لو انت خايفة ما يزبطش يعني معيك يتبقى دي الطريقة دي سهلة. اهي? وهنرجع انت حضرتك بقى تعملي ايه? خلاص هتبقى يبقى كده عشان يزبط بتروح يميدي له بنت خياطة تاني بقى ايه? من فوق. عشان القلب كده يزبط كده. بس كده. طبعا وهنا بيبقى ايه? طبعا هنا الزرار يعني هنا لو انا ما تدير ده شيمة كده بصي. هيروح سابت. مش هيطلة ولا حاجة. خلاص? طبعا الجيب هنا بيبقى زيه بالزبط هنا. بكده يبقى خلص معنا الشيميز اه يا رب يكون عجبكم. اهو. ده كده بالنسبة الجزء ده ينضف. هو ده كلامنا النهاردة. وكلامنا النهاردة على الجيب ده الجيب اللاطش والكل والسبور. يعني فيه كزا حاجة. وعملنا كسر في بالنسبة الاسورة. يارب بيكون الفيديو عجبكم. كان سهل وبسيط عليكم. اه لو عجبك الفيديو ما تبخليش باللايك. ولو يريد تشيروا الفيديو عشان الناس كلها تستفاد. اه ربنا يجعلكم ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا يا رب. اه لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك. ولو في اي استفسار حطي في الكومنتات تحت. اه اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وسهل وبسيط مع قناة بيبل تعليم الخيطة والتفصيل للسهل المنتنى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة